معنا هنا في الستوديو صحفي المتخصص في شأن الإيراني مسعود ألفاك أهلا بك معنا سيد مسعود في نشرة المساء إذن بحسب روحاني التاريخ قد يعيد نفسه الشاه لم يسمع المسؤولون اليوم لم يسمعوا نحن أمام ماذا؟ لو نريد أن نرد على هذا السؤال نحتاج أن نعرف من هو حسن روحاني حسن روحاني ليس معارضا للنظام حسن روحاني ابن النظام ابن الأجهزة الأمنية للنظام حسن روحاني هو الذي تفاوض مع الأمريكان والإسرائيليين في 1986 وكانت أكثر اتفاقية سرية كانت إيران كونترا اللي حصلت إيران على أسلحة في الحرب العراقية الإيرانية حسن روحاني لا يتحدث كأنه معارض للنظام حسن روحاني يحذر الآخرين في النظام بأن هذا النظام لو استمر ماذا يعني هذا التصريح إذن؟ لأنه يريد إنقاذ هذه السفينة التي ترقذ الجميع هو يعتقد بأنه لو غرقت سيغرق الجميع وهو أحدهم وهو ابن هذا النظام ويحافظ على أنا أعتقد حتى مير حسين مسوي المعارض هو لا يريد إسقاط النظام ولا حتى كاروبي الذي وجهه يوم أمس رسالة شديدة اللهجة إلى المرشد الإيراني الأعلى أيضا لا يريد إسقاط هذا النظام هؤلاء كلهم متخوفون من المصير الذي قد يلهي النظام الإيراني في المستقبل لذا قارن حسن روحاني بشكل دقيق الوضع الحالي بالوضع الذي كان قبل ثورة الشعوب في 1979 في إيران والتي أدت إلى إسقاط نظام الشاه لأن الشاه سمع صوت الشارع في اللحظات الأخيرة عندما كان متأخرا جدا وفات الأوان ولم يبقى أمامه إلا قبول بالواقع والخروج من البلد وتسليم البلد إلى المؤسسة الدين يعني ما يقال على العلن هو غير ما يقال في السر يعني لا يوجد هناك خلافات بين أنصار خمنائي وروحاني نفهم الصورة أكثر دون أدنى شك هناك خلاف على قيادة هذه السفينة كيف يقود هذه السفينة حتى لا تغرق الخلاف ليس على السفينة نفسها بس على قيادتها لا يختلفون على مصالح إيران في الخارج أنا لا أعتقد حسن روحاني ضد نظرة خامن أي في الحفاظ على المصالح الإيرانية أو النفوذ الإيراني في الخارج ولكن قد يختلف معه في التكتيكات وطريقة الحفاظ على المصالح الإيرانية في المنطقة الخلافية على القيادة وليست على السفينة نفسها طيب بغض النظر من سيقود هذه السفينة وينقذها من الغرق في حال غرقت هل فعلا المشهد يعني مشابه لمصير ما حدث ثورة إيران الأحداث التي رأيناها في الأيام الأخيرة هذه الأحداث أثبتت بأن الشارع الإيراني والشعوب الإيرانية مستعدة أن تنزل إلى الشارع مرة أخرى قبل ثلاثة أيام خمسة مدن إيرانية شهدت مظاهرات لذا وارد جدا وارد جدا بأن الشارع الإيراني يلتهب مرة أخرى لأن المسببات التي أدت إلى الاحتجاجات الأخيرة لم تنتهي هل انتهت البطالة؟ هل انتهت خط الفقر ارتفع في إيران؟ لم يحصل شيء لذا بما أن المسببات للأحداث موجودة ومستمرة من حق حسن روحاني أن يتخوف ومن حقه أن يحذر زملائه في هذه السفينة بأن يكونوا حذرين في المستقبل الذي قد يقشبه مستقبل نظام الشاهر شكرا جزيلا لك صحفي المتخصة سوشان الإيراني مسعود الفقر شكرا